إزايكم يا مبدعين؟ دلوقتي تقدر تحول سورك العادية لفيديوهات احترافية جداً تخطف بيها الأنظار مع الزكاة الاصطناعي دلوقتي مفيش مستحيل هتقدر تعمل فيديوهات بتصميمات مبهرة جداً أو حتى تخلي أي صورة تتكلم وتعمل أي مشهد من وحي خيالك أنا عاوزك تتخيل معايا قوة الإبداع اللي ممكن تبدأ بيها قصة نجاح جديدة لصناعة محتوى تبهر بيه كل اللي يشوفه زي كل المشاهد اللي انت شايفها دلوقتي ولت عملت من نفس الموقع بطريقة سهلة جداً وكمان هتقدر تستخدم الموقع ده من الموبايل أو الكمبيوتر ولو دي أول مرة بتشوف فيها القناة فما تنساش تعمل لايك وكومنت وشارك الفيديو ده مع كل اللي تعرفهم واشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وتابع كريم حمزة علشان يوصل كل الجديد في عالم صناعة المحتوى بالزكاء الاصطناعي ويلا بينا على الإبداع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم AI بالعربي ومعاكم كريم حمزة زي ما شفتم كده في المقدمة النهاردة هنشرح موقع جديد ومتميز جداً لتحويل السور وكمان النصوص لفيديوهات احترافية بالزكاء الاصطناعي وبضغط الزر نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله ويلا بينا نبدأ الشرح هنروح عندنا عم نتصفح وهنكتب image2videoai.io هيفتح لنا وجهة الموقع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان أسجل في الموقع هضغط هنا كده عندي على sign in والتسجيل عندي هنا بيكون متاح بالجيميل أو أي ايميل تاني هكتب تفاصيل الايميل بتاعي وهضغط عندي على login وبكده أنا بكون سجلت في الموقع لو جينا هنا نشوف الرصيد أو الكريدت اللي الموقع بيدهوني بنلاقي ما هو تزع نقاط وزي ما انت شايف هنا في حاجة اسمها claim credit يعني يومياً الموقع بيبديك كمان نقاط مجانية فهيكون اليوم طبعاً اليوم الاول 3 نقاط الثاني 3 نقاط وهكذا يعني لحد ما توصل اليوم السابع هتحصل على 8 نقاط يعني الموقع ده هتقدر تحصل منه يومياً على credit تستخدمه في إنشاء الفيديوهات بشكل مجاني تعالوا بقى نشوف أقسام الموقع الرئيسية معانا لو جينا هنا كده بنلاقي عندنا أول حاجة اللي هي image to video بعد كده اللي هي photo to video وبعد كده script to video وبعد كده في عندك AI kiss وفي AI dance video طبعاً قبل مشرح أي أقسام من أقسام الموقع أتمنى أن نحن نستخدم الموقع ده في الخير وفي محتوى مفيد تعالوا بقى نجرر القسم الأول معانا ونشوف إزاي هنحول منه مجرد صورة أو مشهد ليه فيديو متحرك هنا أول حاجة اللي هي upload image وهنا مقصود بيها أن احنا نرفع له صورة من جهاز الكمبيوتر وهنا دي صورة كانت عندي على جهاز الكمبيوتر أنا كنت أنتكتها من موقع بيكلومان زي ما أنت شايف هنا بيديك إمكانية الحركة أنك أنت تعلم على المكان بالزبط اللي أنت عاوز تحرك في المشهد بتاعك فزي ما أنت شايف كده بتقدر تتحكم في كل الأجناب بتاعته وتكبر وتصغر زي ما أنت عاوز كمان عندك لو الصورة هي عمودية يعني ده مثلا مقاس يوتيوب اللي هو 16 لتسعة لكن نفترض أنت عندك صورة مقاس 9 لتسعة هتيجي عندك هنا على switch to vertical تضغط هنا كده عليها بيبتدي يحرك معاك زي ما أنت شايف في إطار المقاس الجديد اللي هو 9 لتسعة أو مقاس الشورت أو الريل فطبعا دي ميزة جميلة جدا تعال بقى وريك أنا إزاي جبت الصورة دي من على بيكلومان رحت على الشاتج بيتي قلت له عاوز الوصف ده اللي هو بحيرة والشمس الكون ساطعة وفيها مراكب فإداني الوصف ده عملت بالصورة في الموقع بعد كده بأخد نفس البرومبت دي هنا كوبي وبروح على الموقع مرة تانية أول حاجة يختار عندي هنا confirm كده أنا خلاص حددت ده المشهد بتاعي اللي أنا عاوزه يتحرك هنا بيقول لك البرومبت طبعا إحنا كنا واخدين البرومبت بتاعنا من موقع بيت لومان زي ما انتم شوفتم أو حتى من الشاتج بيتي نفس البرومبت اللي انت عند تكتبي الصورة هتحطه هنا كده paste فده كده البرومبت بتاعي اللي هيبتدي أشتغل على أساسه في هنا بعض الإقرارات المهمة اللي بتغير لك شكل المشهد بشكل كامل بتخليه احتراف بمعنى الكلمة أول حاجة عندك camera style زي ما انت شايف فيه أكتر من نمط للكاميرا على سبيل المثال اختار عندي هنا high ولو جينا نشوف كده ضفهالي هنا مع البرومبت ده معنى ايه؟ ده معنى انك اي حاجة بتختارها من هنا بتتضاف هنا وفي الاخر بتضغط generate علشان تنتج المشهد بشكل كامل مع الاعدادات اللي انت هتختارها من هنا تاني حاجة خاص بالإضاءة اللي هي lighting styles زي ما انت شايف فيه أكتر من حاجة ممكن على سبيل المثال اختار ده بعد كده فيه عندك speed ليه السرعة يعني انت عاوز dynamic motion ولا slow motion ولا fast motion كل ده طبعا بيرجع لرؤيتك الخاصة فانا اختار عندي هنا dynamic motion فيه بعد كده movement type اكتر من حاجة برضو تقدر تختار منها اللي انت عاوزه كمان عندك هنا حاجة اسمها historic زي ما انت شايف ده خاصة بالشكل الجمالي يعني ممكن فيه عندك اكتر من اختيار moody cinematic زي ما انت عاوز تقدر تختار انا ممكن اخليها مثلا cinematic كمان هنا فيه text style برضو فيه اكتر من اختيار ممكن اجرب عندي neon ده وبعد كده بيقولك هنا duration زي ما انت شايف خمس ثواني او عشر ثواني خمس ثواني طبعا عشان احنا عن نسخة المجانية لكن لو انت اشتركت في الباقة المدفوعة تقدر انك انت تخليه عشر ثواني واخر حاجة خالص عندي هضغط بعد كده على generate video وكده بيكون جاري عملية انتاج الفيديو ويه بكده بيكون تم الانتهاء من تحريك المشهد زي ما انتم شايفين دعالوا كده نشغل المشهد بتاعناك ونشوفه ايه دي المشهد اهو زي ما انا طلبت منه بالزبط بيتم التحريك بشكل جيد جدا ويه مش شايف فيه اي اخطاء او تشوهات ومنظر بصراحة رائع جدا كلالي زاوية الكاميرا زي ما انا عاوز والاضاءة والمود اللي انا اخترته وكل حاجة عملها لي بالشكل اللي انا عاوزه علشان نعمل download للمشهد ده تضغط هنا كده بكل بساطة على كلمة download بينزلك المشهد عندك على جهاز الكمبيوتر والمفاجأة زي ما انت شايف ما فيش فيه اي علامات مائية فبصراحة دي ميزة قوية جدا للموقع ده ومش بس كده ده فيه حاجة كمان قوية جدا في الموقع ده فيه عندك هنا حاجة اسمها add audio انت ممكن تضيف صوت تضيف موسيقى تضيف مؤثرات صوتية زي ما انت عاوز بترفع عندك المقطع الصوت اللي انت عاوزه وبيتضاف مع الفيديو تعالوا كده نجرب هضغط هنا كده عندي على add audio وبكده برفع له الملف الصوتي اللي انا عاوزه والموقع كده الوقت بيديك option تاني بيقولك download without audio يعني تحمل الفيديو ده من غير الصوت ولا تحمله بالصوت طبعا انت حطيت الصوت عشان تحمله بالصوت فتضغط بعد كده عندك على download هنا وبيكون عندك المقطع الصوتي بالصوت بتاعه حاجة في منتهى الروعة ولو جينا نشوف النقاط فهو خصم عندي في المقطع ده ثلاث نقاط لانتاج الفيديو وكمان نقطة لاضافة الصوت فكده خصم اربع نقط من اصل تسع نقط فانا كده عندي خمس نقط متبقين تعالوا اروح عندنا على القسم التاني اللي هو photo to video طيب انت هتقول لي ما هو نفس الفكرة الفرق من photo و image هقولك يا سيدي الفرق بين image و photo ان image بتكون للمشاهد الطبيعية اكتر والمشاهد الفنية ويفوتوا بتكون اكتر للمشاهد الوقعية زي سور الاشخاص هنا برضو نفس الاعدادات بنفس كل حاجة بيقولك هنا upload image رفعت له هنا صورة الباندا اللي انتم شايفينها دي ومسكة في ايديها فنجان قهوة بعد كده هضغط عندي على confirm فانا هاجي هنا حط وصف بسيط جدا وصغير هقوله هنا let it drink coffee يعني خليها تشرب القهوة او خلي الباندا دي تشرب فنجان القهوة اللي في ايديها وبعد ما اخترت الاعدادات بتاعتي كلها هاجي في الاخر خالص اضغط عندي على generate وبرضو هنا زي ما انتم شايفين بيكون انتهى من عمل المشهد اللي انا عاوزه وبعد كده حمله على جهاز الكمبيوتر عن طريق download تعالوا وقا نشغل الفيديو كده ونشوفه زي ما انتم شايفين بصراحة انا شايف تفاصيل رائعة جدا وبجودة عالية قوي تعالوا وقا نروح عندنا على القسم التالت اللي هو script to video الهدف من القسم ده انك انت تحط avatar او شخصية انت عاوزها او صورتك حتى وتخلي الشخصية ده تتكلم بالscript اللي انت هتديه للموقع والشخصية دي تعالوا كده نجرب مثال عملي هنا بيقولك اول حاجة text script يعني حطلي نص انا جبتله نص هنا باللغة العربية علشان كمان نجرب قوة الموقع في اللغة العربية وهنا فيه عند speed اللي هي سرعة الفيديو مكتوب لي هنا 1x ده الوضع الافتراضي ممكنك انت تتقلله لو اخترت هنا 0.5x او ممكنك انت تسرعه لو اخترت 1.5x فانا هسيبه في الوضع الافتراضي 1x بعد كده فيه هنا language اللي هو بتختار لغة المعلق الصوتي زي ما انت شايف هنا كده فيه لغات كتير متاحة لو جينا شوية كده تحت بنشوف عندنا Arabic موجودة او لغة العربية فيه طبعا اصوات كتيرة جدا موجودة منها سيدات ورجال فانا على سبيل المثال اختار الصوت ده صوت رجل اسمه صالح ومكتوب جنبه professional يعني التون بتاعته كمان ايه بعد كده هنا بيقولك يعني اختار الخلفية للصورة او الافتر اللي انت هتحطها زي ما انت شايف هنا كده كل ما بتنقل ولو مشيت بالسهم ده كده بلاقي صور كتير جدا متاحة وموجودة دي خلفيات جاهزة من الموقع نفسه يعني انت مش محتاج تبزل فيها اي مجهود وكمان لو انت مش عجبك الخلفيات دي وعاوز خلفية مخصصة ترغط عندك على upload background وترفع الخلفية اللي انت عاوزها عشان تحط الصورة بتاعتك عليها انا مثلا على سبيل المسال اختارت الخلفية دي بعد كده هنا بيقولك اكتر الممثل او الافتر اللي انت هتحطه تضغط هنا على upload اكتر وترفع صورة من عندك وهنا زي ما انت شايف بيقولك بعض التعليمات للصورة اللي انت هترفعها له علشان يعملها بشكل صحيح وبعد كده بضغط عندي على continue هنا بيقولك upload image وهنا رفعت له صورة الافتر اللي انا عاوزها من جهاز الكمبيوتر واضغط بعد كده عندي على continue وزي ما انتم شايفين ضف لي الافتر بتاعي اهو زي ما انت شايف انا بتحرك كمان في المكان اللي انا حطه فيه اهو انا هنا حطته في المكان ده فكده بقى الافتر بتاعي وفي الاخر بضغط عندي على generate video ودي كده بتكون النتيجة النهائية للفيديو تعالوا كده نشوف اهلا وسهلا بكم اتمنى من جميع من يشاهدوني الان ان لا ينسي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات ومتابعة كريم حمزة ليصلكم كل الجديد في عالم صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي شكرا لكم طب يا سيدي متشكرين ويا تذكير طبعا لو انت لسه ما عملتش اشتراك في القناة اسنزل انك تنزل تشترك دلوقتي وتعمل لايك وتكتب كومنت على الفيديو هنا برضو فيه AI case video هنا بترفع له بيقولك ترفع له صورة او فيه عندك امكانية ترفع له صورتين وبعد كده تضغط generate وبيحول لك الفيديو وده كان مثال عبارة عن صورة زي ما انتم شايفينها بالشكل ده ولما حطناها خليناها ان الجد ده يقبل حفيده يعني فصورة جميلة جدا فزي ما انتم شايفين ماشهد طلع لطيف وممكن نستخدمه في حاجات كتير مفيدة كمان عندنا القسم اللذيذ ده اللي اسمه AI dance يعني انت هنا بتحط له صورة وبتخلي افراد الصورة دول يرقصه وزي برضو ما انتم شفتم كده في المقدمة كنت حتيت اكتر من روبوت كده وخليته انهم يرقصوا مع بعض وبرضو فيه اكتر من شخصية تانية شفتهم بيرقصه ودي كانت من خلال الخاصية دي انت هنا بترفع الصورة وبعد كده بتختار هنا من عندك style الرأس طبعا لو اكتر من شخص او صورة جماعية بتختار عندك اللي هي party فبيجيب لك اكتر من شخص يقدر يرقص في الصورة وبعد كده بتختار طبع عندك duration وبعد كده generate video ادي صورة كده كانت بالشكل ده زي ما انتم شايفين وبعد ما حولناها تعالوا كده نشوف الصورة بقت عاملة ازاي شايفها جميلة جدا ادي روبوت صهو بترقص يعني شكلها جميل اويان فبرضو ممكن تستخدموها مثلا لو عندكم اكتر من شخصية كارتونية ترقص مع بعض لو فيه مثلا اطفال عاوزين تعملهم حاجة مبهجة فهتكون حاجة لطيفة ولزيزة لو بين هنا عندك على categories بتلاقي اكتر من حاجة موجودة زي AI muscle لو ضغطت كده عليها بيكون مثلا الفكرة بتاعتها ان شخص بيبين العضلات بتاعته زي ما انتم شايفين كده في الصورة بتحط له برضو هنا الصورة وبيحولك الشخص ده لشخص مفتول العضلات نفس الفكرة كمان هنا فيه عندك حاجة اسمها AI hack generator برضو بترفع له الصورة وبعد كده تزغط generate وده كان المثال اللي احنا عرضناه برضو في المقدمة ان هو اب بيحضر حفل تخرج لأولاده ودي كانت صورة سابتة زي ما انتم شايفين وبعد التحويل كانت بالشكل ده فبصراحة دي بتكون حاجة لطيفة للذكريات احياء الذكريات بشكل لطيف جدا مع افراد الاسرة او العائلة او حتى لو انت مثلا شخص عزيز عليك او فقبته او حاليا مفيش تواصل معاه تقدر تستفيد من الموقع ده بشكل جميل جدا في الحاجات دي لو جينا بقى على البقاط المدفوعة في الموقع بيقولك هنا اول حاجة عندك بقى بعشرة دولار بيديك هنا ستين نقطة وكمان زائد النقاط اليومية اللي بتاخدها بشكل مجاني وفيه بقى تانية اللي هي بخمسين دولار زي ما انت شايف بيكون عدد النقاط فيها خمسمية وهو ما عندهمش اشتراك شهري يعني هي انت بتاخد الباقة على حسب ما انت بتخلصها فيه بعد كده اعتقد كمان بي ازي جو ان انت ممكن تستهلك من خارج الباقة بيحسبالك باللوة 0.1 دولار يعني بتكون تقريبا اقل من السنت وهنا بيقولك الحزبة بتاعة الكريدت بتاعك او النقاط بتاعك بتروح فين فبصراحة الموقع ده على قد ما هو سيمبل وبسيط الا انه فيه امكانيات في منطهى الروا واحنا كده النهاردة بيجوه خلصنا الشرح بتاعنا اتمنى الفيديو يكون عجبكم والشرح كان مفيد وجدركم دلوقتي علشان تجربوا الموقع وتقولوني رأيكم ايه في التعليقات ومش هنسى ان انا سيبلكم في صندوق الوصف سلسلة شرحات الموقع اللي احنا كنا شرحناها في الفترة الاخيرة لصناعة محتوى مميز جدا بالزكاة الاصطناعي والربح منه وكمان هسيب رابط قناة التليجرام وصفحة الفيسبوك والجروبس الخاصة بالدعم على الفيسبوك والواتس ايب والتليجرام تقدروا تواصلوا عليهم لو فيه اي اسئلة او اقتراحات وفي النهاية ما تنسوش دعمكم لينا وللقناة باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الاشعارات عشان يصلكم كل الجديد القاكم على خير ان شاء الله وشكرا لكم